موسيقى مرحبا نبط بيروت اليوم 21 الاول 2021 ذكرى 21 بتردنا 31 سنة لورا تحديداً لـ 21 الاول 1990 وذكرى شهدى مجزرة نهر الموت يلي كلهم مثل كل شهدى يلي سقطوا بهذه الحقبة لسيادة لبنان ما ممكن ينتسوا ممكن نسامح على يلي صار بس ما مفروض ننسى تحتى كل يلي صار ما يعود يتكرر بالمرحلة الجاية ألف تحية لأرواح شهدى واحد تشرين يلي كان التمهيد ربما للي صار بلبنان بـ 13 تشرين ألف وتسعمية وتسعين أهلا وسهلا فيكم اليوم بنامط بيروت أهلا وسهلا فيك الأستاذ الجامعي ومستشار مدير عام أمن الدولة اللي وقتوني صديبة دكتور جورج حرب اليوم بهذه الحلقة أهلا فيك أبدا نتشكرك أنك كنت معنا بالعكس أنا بشكر دعوتكم دعوتكم دائمي على بيتنا شكرا لأقلاء البداية اليوم قبل من فوض بالملف الحكومي وملف الانتخابات يمكن هيدا الجمعة كان ملف انفجار مرفق بيروت لافت كتير بالتحركات اللي صارت بردود الفعل على مسألة الحجوة في أصفا وغيره أكثر وأيضا دعوة لكافية القاضي طارق البطارية اللي تجددت اليوم بمطلب من النائبين غازي زعيتر ويوسيق وعلي حسن خليل نحن اليوم بهذا الملف وين بقضية المرفأ هل من مصلحة اللبنانيين أنه يتوقف التحقيق ولو إلى حين صدور يعني الأرار بالدعوة المقاملة كفية للقاضي طارق بيطارق من دون شك أنه القضاء يجب أن يكون منزها عن أي اعتراض يجب أن يكون منزها عن أي تجاذبات سياسية أو غير سياسية ولكن طالما الاعتراضة برأينا اللي عم تجي على القضاء هي ضمن السياء القضائي بعد الأمور أنونية هل يحق أنه يكفوا له يده أو لا يحق لهم ذلك؟ هذا القضاء يعني اليوم بالتمييز هذا الأمر هو بيحسمه القضاء ولا أعتقد أنا أنه تناول اللبنانيين لقضية القاضي بيطار بيخدم قضية تفجير المرفأ حتى ولو كان عندنا ملاحظات كثيرة على الأداء على أداء الجميع دون أي استثناء حتى أداء القاضي طارق البيطار؟ أداء الجميع دون أي استثناء اللبناني اليوم اللي عم بيرائب عم بيقول لك اللبنانيين كيف عم يفكروا؟ عندهم لربما تساؤلات على أداء على أداءنا كلنا وحتى أداء القاضي بيطار ولربما أداء المتهمين اللي متهمون أو اللي مستدعيون وما بدون شي يروحوا الأضية كلها بدأت تلفها أزمة مقبلة إذا بديك أو أزمة بالأفق لازم على الجميع الامتسال لأوامر القضاء لقرارات القضاء وعلى القضاء أن يمتثل للقانون لمن واحد من هؤلاء ما بيمتثل الأول للقانون والتاني للقضاء فيه خربطة بتصير وأعتقد هذه الأزمة الموجودة اليوم يعني عمليا حتى من ضمن اللواء توني صليبة هناك إشكالية تحول حول عدم مصوله إذا أمكن القول أمام القاضي طارق البيطار وين المشكلة بهذا الملف تحديدا اللواء صليبة مدير عام أمن الدولة ما إلو حق يمثل مش لماذا لا يمثل ما إلو حق يمثل إذا ما إنه ما أعطي الإذن القاضي بيطار من المجلس الأعلى للدفاع اللي بيترقصه رئيس الجمهورية طيب لمن المشرع عطى المجلس الأعلى للدفاع هذه السلطة بشخص رئيسه ونيب رئيسه يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومي وأعضاءه لم يعطيهم هذه السلطة مش رعا عبث مش للحد من إذا بدك من سلطة القضاء إنما للحد من التسرع قبل أن يستدعى موظف بهذا الحجم لا يجوز هذا التسرع من دون مفوض بتفاصيل هل يحق له أن يستدعيه أو لا الدنيا كلها عير فيه إنه مثلا لمرتين حتى ما نقول ثلاثة خلني ثلاثة بالواقع ثلاث مرات مثلا أمام حقيق العدلي ولم يعني قائم بوجبات وكيملي وكان موقوف عند حضرة المحقيق العدلي النديف الرائد النديف هو الذي كان مولجا بتسيير أمور أمن الدولي وقيم بوجبات أمن الدولي على المرفأ وهذا الرائد الذي كان موقوفا أخلي سبيله من قبل المحقيق العدلي وهو الذي أعطى أساسا التقرير وحذر من خطورة النتراتي الموجود نحن لا يحق لنا أن نعترض أو أن نتدخل بعمل المحقق العدلي وبالتالي عمل قضاء وأيضا لا يجوز للقضاء أن يتدخل بعمل المجلس الأعلى للدفاع وبالتالي رئيس جمهورية ورئيس الحكومة هذا هو فصل السلطات فصل السلطات شو معناته؟ معناته ما في سلطة ستطغى على الأخرى فصل السلطات يعني أن يقوم كل واحد بدوره تحت سقف القانون بعد لحدة تحت سقف القانون كله تمام وما بدي أتوسع أكتر من هيك بهذا الإطار لأنه يعني الوقائع تدل على أنه الرجل الآن بيوجبه أكتر من وجبه لا مسايرة ولا مداهنة هذا هذه الحقيقة وهذا الواقع دكتور حربي قضية مرفق بيروت يعني هناك تخوف ربما خصوصا لدى أهل الشهداء اللي سقطوا بانفجار أربع أب من أن يتوقف هذا التحقيق ومن تمنيع الحقيقة خصوصا أنه بالأسبوع الماضي يعني صار في خلينا نقول لغض كبير جدا وغموض كبير جدا لف مسألة أنه القاضي بيطار تعرض لتهديد من المسؤول مسؤول الارتباط والتنسيق بحزب الله الحجوة في قصفة هذا مع العلم يعني يمكن السيد حسن نصر له بأكتر من خطاب كان تحدث عن هذه الملاحظات اللي لديهم على المحقق العدلي علنا اليوم هذا التخوف أيضا ترافق مع خلينا نقول بمكان ما اتهام مباشر ينحو إلى تحميل حزب الله مسؤولية انفجار مرفق بيروت وشفنا تحرك أكان للمجتمع المدني أو ما يسمى بالمجتمع المدني أو حتى لجزء من أهالي مرفق بيروت قبل يومين أنا لا أستطيع لا بمبدأي ولا بالحقيقة ولا بالمواطنية التي لدينا أنه نسمح لأيا كان تهديد قاضي وفي إصافة ولا غير وفي إصافة هذا القاضي تحميه الدولة اللبنانية ولا أحد غيرها غيرها يمكن أن يتدخل بأمنه الشخصي هذه بس كمينة عفوا لو أطعتك بس بعد مصادر ولا أي توضيح لا من قبل حزب الله ولا حتى من قبل الجهات المعنية قضائيا صار صحيح ولكن صار توضيح من اللي حمل الرسال من زميلتكن وصديقتنا لا رأي شي هي طلعت بميبرة تلفزيونية وقالت لقاع مثل ما صارت وعملت واجبها على آخر حتى مش بس بلغت القاضي بيطار حطت مدعم تمييزي بسورية ما حصل لأنها استغربت هذا الأمر وعلى المدعم تمييزي استنسبت لازم يكون معه خبر نحن ضد أي شخص يهدد في لبنان كيف بالأحرى هكذا قاضي بغض النظر إذا هالواقع مية بالمية دقيقة ولا لا نحن موقفنا مبدأ به هذا الأمر وجبنا نحميه أما بما يختص بتفجير المرفأ قضية تفجير المرفأ اليوم من قضية صغيرة ممكن يلعب فيها في اليوم مئات شهيد وأكتر في مئات المصابين في ألف المتضررين في بلد مثل ما هو إذا بدك سرع لأنه يارفيه تفجير المرفأ هذا ما بينلعب فيه هذه بده دقة وبده رصاني وبده متابعة لا يجوز أن تكون الأحكام متسرعة والاستدعاءات أيضا وإذا بدك بعض المواكبات الإعلامية حتى تحرك الأهيلي المجروحين جماعة مجروحين يعني أي ملاحظة سوف تعطى لهم بغير مكانة بدأت يكون فيه جرح عند الإنسان ما حدا فيه يعطيهم لحظات الإنسان عليها أن يشفى ومن بعدها تعطى لهم لحظات هذه بسنة الحياة الإنسانية أما أنه علميا أعتقد أنا أنه بعض وسائل الإعلام تعمل على تضليل أهيلي الشهداء بمعنى؟ بمعنى أنه لا يجوز تصويب البوصلة إلى أي شخص لم يتهم بعد لا كما أنه لا يجوز رفع الاتهام عن أي جهة ممكن أن تكون متضررة بعد الاحتمالات كلها مفتوحة وتحقيق مثل هذا بياخد سنين بحالة الطبيعة سنين بيرح تحقيق برشوة أو بتمويل حملة انتخابية بطريقة غير مباشرة عشر سنوات أخذيت بفرنسا بيرح تطرع إلى نيكولاس ساركوزي عشر سنوات قضية صغيرة منها حجم كبير نحن نحتاج إلى الوقت وعلى أول شيء من عزيون له الشهداء أكيد وجرحهم ما حدا ما فيه يشعر فيه ما فيه لبناني ما فيه لبناني من جرح بتفجير مرفق بيروت على القليل نفسيا والكآبي اللي أصابت الجميع وقالله يرحم الشهداء وكلنا إلا ما نعرف حدا استشهد بها نهار وعلى المرتكب تقصيرا أم غير تقصير عليها أن يدفع الثمن ولكن كمان ما نشيل بعض الاحتمالات التانية ما فينا نقول بدنا الحقيقة وكيف تم تفجير مرفق بيروت وهو حزب الله هذا أمر مش منطقي ومش علمي ومش قضائي لربما كمان هناك معلومات كثيرة لربما محاولة سرقة كانت يعني للنيترات وبالتالي اللي سرق حوالي ضيع المعلومة عبر إحداث حريق هائل لربما ما فيه كثير معلومات عن هذا الإطار ما فينا سيدتي ما فينا نستبعد أي فرضية من تفجير مرفق بيروت هناك فرضية كمان الإرهاب هناك فرضية القصف الإسرائيلي من العدو الإسرائيلي ما فيه أي دولة عم تزودنا مبارح فخامة الرئيس طرح أمام الأمم المتحدة نريد صور الأقمار الإصطناعية ما حدا عم يزود بشيء هناك شيء مريب هناك شيء مريب يحصل كم واحد صار ميت غير اللي استشهده كم واحد تدخل بتحييق مرفق بيروت واستشهد أو قتل ما بعد المرفق هناك ثلاث أربع حالات غامضة بموتن عم تحكي عن ضباط أمن دولي وغير ذلك عم بحكي عن ضباط لأ أتحدث عن أحد ضباط الجاميريك أتحدث عن جوب الجيني الله يرحمه عم بحكي المديري تقام الدولي لم يستشهد أحد ضباط استشهد لأ العنصر بالتفجير الله يرحمه من عزي أهل ومن عزي المديري أما البيئة هناك هناك احتمالات كثيرة التسرع سبب حرقة قلب الأهل نحن نفهمهم ولكن علينا أنه نحيط فيهم علينا أنه نشعر بجرحهم من دون التأثر إذا بدك بالغلوة لأنه الحقيقة لازم تاخد مجرى هلأ مع العلم كانت ليفتة يعني في بعض الدول لما طلعت آخر مرة مسألة الإضاءة على دور لحزب الله أو علاقة لحزب الله بانفجار المرفأ كانت عم بتسارع عندما صدر الموقف بدعوة كافية القاضي طارق البطار لتقول أنه لا يجوز أن يتوقف هذا التحقيق مع العلم أنه هذه الدول بحد زيتها ما مشيت بمطلب تحقيق دولة وبشكل ليفت كان قبل سنة ونص تقريبا وما عم بتساعد لبنان يعني متل ما حضرتك ذكرت بموضوع الصور الأقمار الصناعية دكتور حرب هل يعني مبرر تخوف حزب الله أو توجسه من احتمال أنه تبرم هيدا القضية وتجي على اتهام حزب الله وبناخد منا ما حصل بالبقاع واني ترات البقاع ياللي كمان قضية بعدها لا تزال قيد المتابعة والتحقيق وهي ليفتة بتوقيتها يعني هل لدي هذا الحق بالتوجس؟ أعتقد أنه من حق أي جهة سياسية أنها تتوجس إذا لقيت البوصلة عم تبرو بصوبة بأي تحقيق خاص أم عام دولي أم محلي النترات على المرفق وضعهم بالعنبر رقم 12 على مدى 7-8 سنوات وينشال منهم ويظلوا موجودين هل هيدا الأسلوب بتوافق مع أسلوب عمل حزب الله والمقاومة في لبنان؟ أنا أتساءل ولو يمكن أن أجيب أنا أضع أسئلة وأشكاليات ولكن علينا أن نفكر أنا كمحلل الآن ولست كأمني أنا أتحدث كمحلل وبصفتي التحليلية وشوية معلومات هل هيدا أسلوب المقاومة؟ هل أسلوب المقاومة بتحط مخزونة من التفجيرات وصواريخها وزخيرتها قدام الجميع أمام بور بيروت ومرفق بيروت وبيمرؤوا الناس من حده هذا أمر غير منطقي هل إمكانية وجود مخازن لإلع بجنوب وبغير جنوب ده تخزن فيها مش متوافرة متوافرة وبالزيادة بيقطع حضنطة وشعبة حضنطة بالمنطق أنا كمفكر لا يمكن إقبل هيدا الفرضي إنه حزب الله مش ملاقي محل يضب فيها النترات إلا هونيك وبالتالي ما قدروا يلاقي ولا أي علاقة بين السفيني اللي جابت النترات وبين أي عنصر من عناصر حزب الله أنا أعتقد الأكثر منطقية بهذا الأمر النترات وجودهم في على مرفق بيروت بالعنبر الرقم 12 وجود مصرفي وجود مالي وجود إذا بدك تجاري تجاري لتجار الأرواح مش لتجار البضاعة تجاري كان عمين بيع منهم وكان عمين شيل منهم ولربما إجا غيرهم وليش هي السفيني الوحيدة ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف مدرية أمن الدولين وجدت تحت قبل بسنة من التفجير كيف فات وفات غيرهم هذه بترجع للأجهزة اللي كانت تحت وبالتالي وين صارت صارت على أنه أينما يعني أين تين نكشف وجود النيترات بالعنبر الرقم 12 لما بلشت تنتهي المعارك على حدود الشرقية بين المقاومة والجيش وبين الإرهابيين هون بلشت تبين قصص النيترات بلشت المراسلات تروح وتجي وبالتالي لربما كان هناك بيع من أحد من إحدى الجهات لهذه الأشخاص وأنا أعتقد عندي قنيعة أنه الجماعة حاولوا يعملوا حريقة ليضيعوا السرقات اللي عم يعملوها وبالتالي صارتها المصيبة الكبيرة في لبنان هذا رأيي تحليلي أما ما لدى المحاقق العدلي أو القضاء أنا أنحمي أمامه إذا بيّن عنده شيء غير هذا النوع إذا كان موضوعي نحن معه ولكن هذا رأيي بسؤال أخير لحتى نختم هل ترون هناك استنسب يعني البعض بياخد على القاضي طارق البطار أنه عم بيركز على شق الأهمال والتقصير الإدارة والوزارة وكله مننا من كل الأجهزة ولكن في شقين بعد لهل التحقيق يمكن أو حسب المعلومات بعد ما تطرق لونيا اللي هنا شق الأول كيف يدخول هذه السفينة والشق الأخير كيف انفجر مرفق بيروت هل بتلاقوا في أي استنسبية بالتعاطف في أي يعني أهمال لوقائع تركيز على وقائع أخرى أنا ما قريت بعد الملف الموجود بين إيدين القاضي البطار طارق البطار مش مفروض حدا يقرأ مش مفروض حدا يقرأ معملك فأنا ما قريت وبالتالي الاستنتاج الطبيعي إنه ما قدر علق عليك ما يجب ولكن الاستدعاءات اللي عم يعملها كمراقبين اللي عم يقولوا اللبنانيين واللي عم تقولوا الصحف واللي ولي بعت إدانا إنه لازم تكون احترافية أكتر من هيك شوي لازم تكون احترافية أكتر من هيك شوي هذا كرأي موضوعي مع احترامي للقرار اللي بدوا ياخده على كل حال يعني تبقى الكلمة للقضاء بالنتيجة اليوم فيه متهمين ولكن ما فيه شي بيحسم القضية حساسة كتير فيها ضحايا صحيح إذا بديك تحكي بكل وضوح رأيك يمكن ينجرحوا أهل الضحايا ويمكن جرح ينجرح القاضي ما هذا موظف ونحنا من مصلحتنا يتضل معنوياته مرتفعة ونحنا ما فيه شي ترهل يتفيد دولة باللبنان إلا أو بعض قطاعاتها إلا لما ينضربت معنويات الموظف كيف موظف بحجم المحقيق العدل أنا بقول لازم نشد عقيده نقويه ولكن أيضا على أمل يكون فيه حقيقة وعدالة سريعة لأنه جرح انفجار مرتفعة يدوت كتير كبير بدأ ينتقل لملف الحكومة دكتور حرب يعني انطلقتها سريعة سريعة جدا خلينا نقول وكان اللي في التمكين أول زيارة أم فيها رئيس الحكومة نجيب ميقاطي إلى فرنسا على عكس السوابق يلي كانت تتصير كان رئيس الحريرة أول دولة أو حتى غير رئيس الحريرة أول دولة كانت معنية بالزيارة وهي المملكة العربية السعودية هذا التحول اليوم من خلينا نقول الحاضنة العربية للحكومات أو لرؤساء الحكومات إلى حاضنة أوروبية فرنسية تحديدا شو بتعني اليوم أول شي نحن نتمنى أن ننتقل من منطق الحضاني إلى منطق الاستقلالية ومنطق الحياة الطبيعية من حضاني لحضاني هذا أمر يعني بصراحة هذا لا يشرفنا نحن كالبنانيين نحن عنا دماغ ونحن عنا معنويات ونحن عنا إرادة ومش نقصنا شي مش نقصنا شي أبدا نقصنا حدا يخلصنا من زمرة فاسدين دمارولنا مستقبل على يمكن كم سنة وهذا الأمر بس اللي آهر كل اللبنانيين أما زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا نعم كانت منتجة بالتأكيد استقبال ماكرون وكان أكثر مما يتطلبه البروتوكول والطروحات التي طرحت هناك كأنه عمير جعل فرنسيين يحيو اتفاقية سادر أو مؤتمر سادر مقررات مؤتمر سادر يمكن سوف تدخل بعض التعديلات عليه نسبة للتغيرات اللي صارت بالظروف إلى ما هنالك هذه طفيفة كلمة هيك بالأسبوع المقبل جاي السفير دوكان إلى لبنان للبحث الجدي وقاعد فترة طويلة للبحث الجدي بهذا الموضوع هذا واحد هلأ جاي أكيد هذا يتابع يومي يعني هذا يتابع لأنه أنا أؤكد لك أنه بحسب مقررات سادر لن تدخل ولا ليرة أو أي دولار لن يدخل أي دولار أو أيرو إلى الوزارات لتنفيذ أي مشروع سوف تذهب مباشرة بأسلوب معين وعملين لتورنيور معين إلى التلزيمات إلى الاستثمارات إلى الموظفين مباشرة وعلى أن توضع الدولة بهذه الصورة وتتم التوقيع الروتيني كروتين إداري أو إلى ما هو نالك بس هيدة كمينة شوي يعني بعضهم في استمرار بسياسة أنه الدولة اللبنانية مش موجودة يعني هيدة كمين أمنا شي بطريقة التعاطي مع لبنان خلينا نقول مقبول أنه قد ما تكون فيها فساد وهريان بيبقى فيها هيكلية الدولة لازم تمر فيها معك ما بقدر إليك لا بس خطرات بيكون في عائلة كلها محترمة بيبقى واحد بالعائلة غير محترمة ساود وجه العائلة أحيانا نسبة الموظفين الفيزدين واللي سرقوا الدولة اللبنانية سوادونا وجهنا كلنا ونحن نخجل بهم ونحن نأمل باليوم الذي نرتاح منهم ومن الصيت الذي تركوه أو الانطباع اللي تركوه عند الناس عند اللبنانيين بالأول صرت بمرحلة صار الموظف أو القاضي أو الضابط أو اللي كان صار يستحي يقول أنا موظف لأنه الفكرة العامة أنه يسرقون ويسرقون والناس مجروحة مش عم تقدر تتميز أحيانا ولكن نحن منأكد للناس أنه اقترب كتير اليوم اللي رح نرتاح من هيك نوعية من الموظفين اللي بيخلي دول يجول عنا ينفذوا مشاريع من دون ما تمرق على أي وزير أنا شخصيا إذا بكون وزير أنا بستقيل إذا هيك بيمرق من الدين وأنا ممنوع تدخل به هلأ وقتها يستقيل وقتها ضلينا سنة وشهر من دون حكومة بعدها الكرامي ما بتتجزق ولا فيك تقصمية ويعني بني هي بيضلوا يلقوا مفاوضات لطريقة تحفظ ماء الوجهة ترى هيدا ما بيهمنا نحن بيهمنا توصل هلأ وينفذوها من دون سرقات وإن شاء الله هيئتها بحكومة إلى حد ما نضيفه ونأمل خيرا على أنه تروح التنفيذ سريع وبكرة شوفي هل 12 مليار دولار شو بيعملوا فيه بيعملوا كتير رح أحكي ارجع لأنه قطعت نقطة مهمة إنه قريبا جدا بنحكي فيها بعد شوي بس 12 مليار دولار مبلغ يعني بعتقد الاقتصاد الصغير طبعا لبنان منه بحاجة ل 12 مليار عم نحكي عن 12 مليار بقى دايه وقت معقول يكونوا عم يندخوا بلبنان باستثمارات هلأ هو بالأساس إذا ضلوا ماشيين على الشي اللي كانوا مقررينه عن مؤتمر سادر كان على مدى عشر سنين بعتقد هلأ فيه تسريع رح يصير هلأ الناس بتسمع مؤتمر سادر مؤتمر سادر شو جايب مؤتمر سادر أنا من اللي طلعوا أنا زيك وعملت دراسة عن مؤتمر سادر لأنني كنت بأحدى ويزارات اللي تختص بمؤتمر سادر اللي هي البيئة مؤتمر سادر مثلا جايب أكثر من محرقة لأكثر من منطقة لبنانية محرقة محرقة هاي دايه زيت اللي كانوا مانعين عننا اللي كانوا مانعين عننا بس بشروط أوروبية وإلى ما هنا مثلا مؤتمر سادر عامل الأوتوسترادات تقريبا بكل الناطق اللبناني. مثلا خذي بتاخدي أوتوستراد مثلا بتذكر الرقم كان حوالي 400 مليون دولار اللي بسمينه أوتوستراد القمم. اللي بينطلق من الأرز القرني السوداء. وبيمرق على الجرود اللي بقى فوق القرى بالجهة الغربية السنسلة الغربية. وصولا إلى فقرة. هيدا أوتوستراد. وبيتفرع عنه طرقات فرعية لكل القرى اللبنانية. داي بتوفري أنت ضغط على الطريق الطبيعي. صحيح. اللي بيوصل للشمال بالبقاء ببيروت. بيلحظ أيضا تران. بيلحظ. أنا ما أذكر تونال دائر الأحمر بشري. هون بيستفيد الدكتور سامي جعجة. لاحظ كتير إشي. بيستفيده ليد المنطق. بس أنه هو هلأ. بقى بالتالي. بدي سوقه لأله كمانا. لا لا أنا عمول بيستفيد بالمعنى الإيجابي. أبدا مش سلبي معه. إن شاء الله بيضل يستفيد دايما. فبالتالي جاي مشاريع. جاي خط ساحلي مثلا. الأوتوستراد الدائري ببيروت. مول متابعة الأوتوستراد العربي إذا كان بعد ما خلص. في لحظين فيه متابعة أوتوستراد زحلي ترشيش أيضا بالوصل اللي بعدها مش معمول يعني سوريا عم ناخد دور وزارة الأشغال. بس على ما أذكر بمؤتمر سادر. إذا ما نفزت هي زيتا. هذه رح تضخ كتير من الدولارات بالسوق. ورح تريح كتير التنقلات عند اللبنانيين على ناحية البيئة على ناحية. بعد فيه قطاعات كتير محكيتها. الكهرباء. الكهرباء كمان لاحظ مويلة للكهرباء. لأنه هي الأساس يعني عملية اليوم. مليارين دولار على ما أذكر ولكن مش متأكد. مليارين دولار للكهرباء. هذه كفيلة تكون خلصة خطة المعامل وبلشنا إنتاج من دوما نكون بحاجة. حاطة كتير سادر. بتذكر وزارة البيئة كان إلا من سادر مليار دولار. لحالة. لحالة. هلأ بتستيهى الوزارة البيئة أكتر لأنه قد ما صرنا عاملين بالبيئة بدك موازنات دول لتقدر تفحيح. بعتقد بكفوها بس وقتها لمن إجهوا بتذكر هلأ أنا بال2018 بذكر هاك أنه لمن إجهوا للتطبيق وبلشوا يفرزوا لأمور كيف وين بدون يحطوا مؤتمر سادر. بتذكر أحد المسؤولين الكبار بلبنان عنات بدون يعطي محرقة بيروت لشخص ب350 مليون دولار من المليار دولار اللي جيين لكل لبنان. هي كم محرقة لاحظ سادر تقريبا؟ بفتكر كان لاحظ أربعة أو خمس محارة. فبالتالي بده هو يعطي محرقة وحدة 350. وصرقة. مين؟ ما بدي يسمع مسؤول ببيروت. ما بدي ما بدي. وقال لك إنه تخيل إنه واحد بده يعطي متعهد واحد كان 350 وقته وزير بيئة ما قبل أكيد وتعرقل. منيح إنه ما قبل. منيح إنه ما يجوا بوقتها كانوا سرقون. كانوا سرقون. كانت جا تكملت باري آن باري دو كله سرق. بس ليش اليوم اللبنانيين بدون يصدقوا إنه هيدا الوعود بده تصير حقيقة بعد سنتين بعد ثلاث سنين. يعني قد نعادنا كتير عمليا شو هي اللي تغير اليوم تحت نكون القد جديين إنه هول القصص كلها بده تصير فرنسا بده ترائب ويمكن ما بعرف إذا الأمريكيين عم بيرقبوا معه والإيرانيين. شو بده يخلينا نصدق إنه عن جد في شي يتغير. نحن الأنف وقعنا بالمصيبي على مدى سنتين ثلاثة أربعة إنه واجعنا والموجوع معاش بينتبه لبوادر الحلول بده واجع بالأول. يعني نحن أنانيين بطبيعتنا. أما لأ بتقولي شو تغير تغير كل شي كل شي تغير. خلينا نوضح كيف كانت الأمور التم واليوم الأمور وين صارت عم بتروح كانت المؤتمرات تتم ويصرف لها مليارات الدولارات تحت أعين الأمريكيين والأوروبيين ويوصل الدولارات لهون ما في رسالة رسالة وحدة جاي من الاتحاد الأوروبي أو من أي دولة منحة أو من دولة خليجية بيسألوا أين صرفت هذه الأموال. رسالة تبرمي بكل الدولة اللبنانية ما في رسالة تطلب منهم تزويدنا نحن كدول منحة بدراسة بملف أين صرفت الأموال ما تستغربي إذا قلت لك كان المطلوب أن يسرقوا هذه الأموال. هكذا تتصرف الدول كان المطلوب أن تسرق مش بالصدفة ومش مغلبة أنا. كان من المطلوب. يعني الممول كان طالب من اللي موجودين هون يسرقوا الأموال اللي جاية لتمويل المشاريع. بكل وضوح أقولها كان هذا هو المطلوب. هذه الدول ليست غبية. هذه دول مش غبية. وهذه دول ما بتدفع هيك. بس شركة بالفساد. هذه الدول لك مش شركة بالفساد. أكيد شركة بالفساد لأنه إلا مصلحة بالفساد في لبنان. في قاعدة عامة بعلم السياسي. ما في أي دولة بالعالم. قد ما تكون حنوني عليك إلا مصلحة تكوني أفضل منه. مثل ما في بين البشر. ما في أي بشري بالدنيا. إلا مصلحة تكوني أنت أفضل منه إلا الوالدي والوالد. لأنه هذه بغريزة الأمومة عندهم. وهلأ مش رح نعمل الدرس باللاتة. فيه متخصصين أشتر منا فيه. فإذا ولا دولة بالعالم إلا مصلحة تكوني أنت دولتك أفضل منه. كيف إذا كان على كتفك في دولة مثل العدو الإسرائيلي إلا امتدادات العالمية إمتدادات مالية وحزبية وإذا بدك عرقية ما بدنا نزيد بعد. إننا مالية. إعلامية. وإدري تضغط على كل الدول بالعالم لحتى ترتاح من دولة لبنانية تستفزها صبحا ومساء بقضية التعايش بين المسلمين والمسيحيين فيها. هي اللي قامت كل فكرتها على العنصرية اليهودية لبلس الصهيونية. ما فيها تتعايش والدعاية العالمية اللي عملتها يعني أنه لا شيء يمكن له أن يتعايش مع الإسلام السياسي. بدليل اليوم هي عم تطالب بإعلان دولة اليهودية. هي عم تطالب فيها لأنه هي عم تبس بالإعلام العالمي. لا يمكن لأحد أن يتعايش مع الإسلام. مسيحيو لبنان كسروا هذه القاعدة. وبالتالي صرنا موضوع آخر. بس خلينا من الرئيزة بتسمحيلي. كسروا هذه القاعدة لأنه زعجوها. كسروا القاعدة. وين راحت؟ راحت لتي إيسون. راحت لضرب مقادرات الدولة في لبنان. المسيحيو يريد الدولة تاريخيا. ضغطت لتشيلون إذا بدك من القرار السياسي. شفنا شو صارنا. إحنا مع بعض الطائف حتى اليوم. إجا شخص ميشيل عون. كسر هذه القاعدة الإسرائيلية. وبالتالي شوفي وين صرنا. لا يناسب أحدا أن نكون أقوياء. تفتش بكواليس المخابرات العالمية. لماذا مولت الحكومات المتعاقبة في لبنان. وكانت كل فضيحة سرقة عم تطلع بعض فضيحة. هل أقوعوا؟ هل أقوعوا؟ شو صار؟ شو اللي تغير؟ هل الأموال اللي دفعت كانوا ملقينة على الطريق الدول الأوروبية والأمريكية؟ كان المطلوب أن نمول ومطلوب أن نسرق. اليوم اللي سرقوا واللي نهبوا خلصت مهمتهم. مهن يحطينهم حتى ينهبوا. خلصت مهمتهم. اليوم عندهم تغييز استراتيجي تجاه السياسي اللبناني. يعملون هولون دورون وليس عم يسدون. كل من هكذا يوم كل المعلومات والمنطق السياسي وأنا على يقين على أنه هناك مجموعة من المافيا السياسية في لبنان. لن تكون موجودة مبعد الانتخابات أو موجودة بحجم جدا ضئيل. القرار ليس عندها. وأكبر المسؤولين. أف. نعم. عن مين عم نحكي تحديدا. ما بدي سمي. الترويكا وغيره والشركاء طبعا. بليك ليه ما بسمي. ما بسمي لأنه إذا سميتي سوف بديك تعطيهم فرصة للرد عليك. أنا بدي أعطيني هاي الفرصة. الشعب اللبناني أزكى مني ومنك وعرفاني إنهم بالاسم. هني أربع. أربع. صاروا واضحين. تلاتي راحوا. بعطي واحد أف. كتير أكيد من تلاتي راحوا دكتور. راحوا نهائيا. أف. نعم. أحجزهم تملك. أحجزهم. أملاكهم. أملاكهم تحجز. هذه هذه الأملاك عندما تحجز كانت يعني بعالم الأحلام هذه إذا بترجع الولد لتأربع سنين. هذه الأملاك حجزت اليوم وتباع. ونحن لا نتمنى خراب بيت أحد إنسانيا. ولكن هذا قرار سياسي على صعيد كبير. لا جاي من نزوة أمير. ولا جاي من زعل أمير. ومش مزبوط. هناك قرار كبير. أفضل من قرأ هذه الإشارات هو الوزير السابق وليد جنبلات. وهو يتصرف على هذا. تموضع على هذا. تموضع. خلاص عمل إعادة تموضع كتير كبيرة. نعم. بس اليوم يلي تغير أنه هؤل الأشخاص مهمتهم فشلت في لبنان. أو صارت بطلت الأولوية لحفاظ على أمن العدو الإسرائيلي. عند هذه الدول يلي دعمها. دعمتهم لحتى نحن ننهار اقتصاديا. لحتى بس يجوا يحطوا شروط لتوطين الفلسطيني وغير الفلسطيني في لبنان. أنت ما فيك تنقري كتير. ما فيك تنقشي كتير شعبك جوعا. اليوم ظهر لدينا الغاز. هذه الدول بين راحة إسرائيل بتوطين الفلسطينيين وفقر لبنان. وبين إخراج إسرائيل من هذه المعادلة. والإتيام بنفوذ أو المجيء بنفوذها الخاص. عم نحكي أمريكا. أوروبا وخاصة فرنسا وروسيا حتى. الاستخراج غاز سوف تجني منه أرباحا بمئات لبل ألاف مليارات الدولارات. ما حدا يفكر أنه إسرائيل عنده نيها أولوية. هم يسيرون إسرائيل لأنه العرب بالنسبة لهم مش موجودين. ما نحنا كمان ديبلوماسيا عالميا كثير ضعاف. ما عم نعمل مجهود. ما عمنا مجهود نحنا إعلامي على القليل. بيصرفوا أموالهم العرب على طعمي. بس ما بيعملوا هيك بوسائل إعلامية ممكن توصل لكل إنسان أوروبي ويقدروا يلعبوا بالرأي العام الأوروبي أو يأثروا عليه. بالحق. مش عم نحكي تأثير سالبي. نحن نأثر بالحق تظهير قضيتنا. عندك القضية الفلسطينية الخسرتية. عندك القضية العراقية الخسرتية. قضية المسيحيين والاضطهاد بالدول العربية خسرانين. نوان تبرمي أوروبا. ما في دعاية بتحكي عنها. ما في إعلام. ما في روبرتاج عنهم. ما في إلا البابا فرانسي سيد المرة أعاد أحياء. لأنه صرنا خلاص بوضع أنه لم يعد هناك مسيحيين متمركزين إلا بلبنان عمليا. فبالتالي أمام مصالحهم المالية أو مصلحة إسرائيل. هم ذاهبون إلى تسوية. اسمها تسوية. تسوية تحفظ حقوق الجميع إذا بدك. أو الكل بيطلع راضي منه. بين أنه يحفظون أمن العدو الإسرائيلي. بين أنه يستتب الأمن في لبنان على شواطئه وفي الداخل. وتركيب نوع إذا بدك من السلطة اللبنانية التي يمكن أن تلبي أعمالهم في استخراج الغاز. هذه السلطة حكماً مش سيكونوا هذه الطبقة الفيزدي. لا إلا أنه بيعرفون. إذا بتجي شركة عالمية ما بتقبل موظف فيسدي يتعاطى معها بيأخرها مرسومة وبيأخرها مرسومة. هذه مش موجودة بسياسية. ما بتمشي بالشانتاج باللي بتزيد يعني. ما فيك تستفزيون بيعملوا حرب حتى ما يفوتوا بحروب. بتكلفوا الحرب مثلاً خمسة ستة مليار دولار. ولكن إذا وقفت قبر الغاز عندهم هذي بيخسرون بأسبوع. هرباً من الحروب اللي بدأت تتسبب لهم فيها بيجيبوا موظفين. نضاف بكل معنى الكلمة. شوفوا شو يعملوا بالخليج؟ بيركبوا دولي. بيحبوا يكون فيه مؤسسات ليتعاطوا مع مؤسسات. دور الميليشيا إيجا بعد الحرب لإفليس لبنان. انتهى دورها هلأ. كرميل هيك. تلاقي المصالح الدولية. مع المصالح الداخلية. مع المصالح الإقليمية. أيضاً سوريا انكوت من وضع لبنان. بدأ تتضبض بالميليشيات وترجع تقوم الدولة على الجيل. لأنه كمان بيخسرتها. خنجر وبعض الوشوشات الأمريكية إلى بعض دول الخليج. أيضاً نهت بعض فاسدية الداخل. نحن بتطلع النتيجة نحن ذاهبون إلى بناء دولة في لبنان. مع إرادة رئيس الجمهورية. وكل من يدور في فلك المؤسسات في لبنان. مش بس الرئيس. في كتير ناس بدأ مؤسسات في لبنان. مين غير رئيس عندما بده مؤسسات في لبنان؟ ما بيقدر إليك بالأسماء. رح إليك مش لأنه عم بتبخل بالأسماء. لأنه في الكثير من الطوائف اللبنانية. الأوادم واللي بدهم يبنوا دولة. مش محطوطين بمراكز القرار. لم يوزروا. لم ينتخبوا كنواب. ولكن تعيشوا في أدائي في نأمة كبيرة من إبالهم. على حكم الأمر الواقع كبير كثير. إذا بدنا نحكي عن أطراف سياسية. واليوم يمكن بعض العتب بالشارع العوني تحديداً. على حزب الله. أنه حزب الله لم يساعد تيار الوطن الحر بمعركة الفساد. نحن بجزء من تفاهم مرمخايل تحقق. جزء الثاني اللي هو بناء الدولة ومحاربة الفساد لم يتحقق. عملياً حزب الله هل سيساند هذه المعركة ببناء الدولة بالمؤسسات اليوم؟ حزب الله يساعد كثيراً في محاربة الفساد. لكن دوره مستترة. وأعتقد أنه من مصلحتي ومصلحتك ومصلحة العملية الإصلاحية أنه يضل مستترة. ليش؟ لأنه هل الفسادين عارفين شو عم يعمل حزب الله. ولكن الشعب اللبناني لبل البيئة بيئة رئيس الجمهورية التيار أو العونية مش شعرين. يعني هني برأيهم أنه لازم تنزل المقاومة تحمل السلاحة وتطوق بيوت الفسادين. تعملي حرب أهلية. وبالتالي لا هو يمطوقن بأسلوب آخر. ها هي مسيرة الرئيس تتمشيت. شوفي وزير المالية وقع على تديل جنائي المالية. شوفي اللي كانوا معندين مبدون حكومة عم يحطوا على رأيه كيف يلحظي ضغط دولي. مع المؤونة بالداخل مشت الحكومة. هناك أشياء لا تشعر بها الناس. ولكن أنا أستطيع أن أجزم أن حزب الله لبل المقاومة تلعب دورا أساسيا في عملية الإصلاح في لبنان. ولكنها بطيئة. هي بطبيعك مؤومة بطيئة. اليوم يؤخذ على حزب الله أنه يتخطى الدولة بموضوع المزوط الإيراني. وأنه كيف يفوت عبر حدود ومش موجودة فيه عليها الدولة اللبنانية وينتهك السيادة. يعني أخذ كثير على حزب الله هذا الموضوع. وإن كان بمطرح تاني نحن عم نحكي عن كسر حصار أو كسر هذا الطاقة اللي كان تعرض لألو لبنان. وبدليل حتى هذا الموضوع أخذته أطراف أو بقايا ما يعرف بـ 14 أدار. لاتكودر نفسها بما عرف بلقاء الصودكو قبل يومين يلي دعا لألو حزب الوطنيين الأحرار. كمان الهجوم مرة جديدة على التيار الوطني الحر والرئيس عون من بوابت أنه هو حليف حزب الله يلي لا يعترف بالدولة اللبنانية ولا بسيادة لبنانية ووسلاح. وكل هيدا العنوين اللي صارت معروفة. حلق ما بقدر لحي إليهم بالرادس مالله في كتير بيحكو. ووسأنا بقدر أكد لك بني ألس وقالك أنه ما بقدر أنا أكون مع دخول المزوط الإيراني عبر المقاومة من أي معبر في لبنان وفي عندي معابر شرعي وفي عندي دولة. أنا لا يمكن أن تكون لدي أولوية لأي سلطة لأي سلطة في لبنان إلا سلطة الدولة. هذا أمر محسوم. هذا جوابه. أما بما يغتص بالواقع الحالي. أمام حصار واقع على شواطئنا. أمام بعض المتحكمين بالقرار المالي في لبنان. وبلشوا شفتي طوابير البنزين اللي وين وصلوا. شوفي كم أتيل كم صار رايح على محطات البنزين نتيجة اللي عم يعملوا مخطط جوهنمي. شوفي القرى اللبنانية بقعالي الجبال بلش الصقيع يلفحها ومن قادر يتعبي مزوط. والحطب غالي. نعم ما في مزوط وإذا توفر بالسوق السوداء. أمام موت المواطنين صقيعا وأمام مدارس رسمية فاضي خزيناتها من المزوط وشوفي طلعت صار خطون. أمام مدارس خاصة فاضي من المزوط. أمام مستشفيات مولداتها انطفقت وفي مرضى عم بيموتوا لأنه أويل أكسيجين وقفت. أنا سوف أرحب بكل مزوط العالم إذا ما إنه دخل عبر المعابر أو غير المعابر. مسألة حياة أم موت. مسألة دفاع عن نفس هذه إذا بدك مشرع بكل الديانات. هلأ أي عمليا كمان هربوا يمكن الدولة من العقوبات اللي متعرضة؟ كل العالم أنا أقبل منه المزوط من أي منطقة اللي يجد بأي أسلوب اللي دخل فيها. وهذا أمر يحتاج إلى بده شوية شجاعة حاجة يخايفين وبيضلوا مسرسبين وقاء حدا يغضب علينا. نحن بدنا نضل عايشين على الأليلي إلا العدو الإسرائيلي يمكن لي الله أقبل منه هكذا. أما كل دول العالم إذا ما قدمت شيئا علينا أن نقبلها بطيبة خاطر وهذا ما حصل. وأنا برأيي كل ما كترة الاعتراضات كلها عم يعملوا إيمي لهالمزوطين. لو بيسكتوا فاية المزوط من دول ما حدا يحس فيه. وين فيه صهريش بيصوروه اللي كفيت على المنطقة الفلونية وقدم هون وقدموه. مش المؤومة ما عم تعلون عنه ولا الجيش عم يعلون عنه ولا حدا عم يعلون عنه. حضرتهم. حضرتهم. ما هني أنت يعرفوا يشتغلوا السياسي ولا مرون. يعني عمليا حتى بمناطقهم بأحزابهم بالمؤسسات اللي تابعة لقلهم كانت واضحة أنه عم يستلموا هيدا المزوط. بدهم يستلموا مزوط وبدهم يباوردوا بالالكونديشن وبدهم مستشفيتهم تمشي بس ما بدهم شي يشكروا إيران وبدهم يقوصوا علي دخل مزوط. بس ينفك الحصار وبس نرجع لحالتنا الطبيعية سوف نكون أول المقاتلين ضد دخول هذا المزوط بهذا الأسلوب. نحن أبناء الدولة. مين يعني بيساومنا على بنائنا؟ نحن نحن الذين نريد مؤسسات الدولة. هيا يعني مش عم نسير. لا عم نسير مقاوم ولا حزب الله. منقوله أن يعطيكم العافي ولكن بس فك الأزمي هذا الأمر سوف يقف. نكسر الحصار دكتور حارب. يعني نحن شفنا تدريجيا شو صار من أول ما أعلن السيد حسن نصر الله عن البواخر الإيرانية. الخطوة الأمريكية الكهرباء والغاز عبر سوريا. وعن نشوف قديش سريع هذا الموضوع الأسبوع الجاية. في عدة لقاءات بين الأردن لبنان سوريا ومصر للتحضير لكل هذه الأمريكيين. كسر الحصار والأمريكيين يعني لدرجة هناك خطوة عملتها الخارجية الأمريكية قبل ما تتراجع عنا. مسألة الترحيب بفتح المعبر بين الأردن وسوريا. عملياً وين نحن نضي بهذا. البعض افتكر أنه دخول المزوط الإيراني عبر الباخرة الإيرانية. عبر ناقلة النفط الإيراني هو الذي سرع عملية فتح المعابر ودخول الغاز المصري والكهرباء الأردنية وإلى ما هنا له. هذا إذا بدك تحليل بريء إلى حد ما. لأنه لا يمكن لسياسة مثل الدولة مثل دولة الولايات المتحدة الأمريكية أنه تغير سياستها بهذه السرعة بظرف نهار. أول نهار أعلن السيد دخول الباخرة الإيرانية. تين نهار السفيرة اتصلت في الرئيس وأعلامته بقرارات الولايات المتحدة. هذا أمر لا من باب الصدفة ولا شيء. هذا ترجمة لتسوية تحصل في الخارج لن أساير أحدا في هذا الموضوع بين الأمريكيين والإيرانيين. بمعية الروسي وبأجواء فرنسية. يعني فرنسي بالأجواء معية روسيا هو الذي يقرب وجوهات النظر. ولكن الطرفان اتفقها على بعض الأمور. هلأ ما فينا نقول أنه بعد ما اتفقوا عشيه لأنه بيّنت. شفنا. بلاشت ترجمة. بكل وضوح الدول القريبة من المحور الأمريكي شو فيه كانت محاصر البنين بلاشت تفتح مع عبرة وبدأت توصي الغاز وما بدنا نعدهم كلهم. وتشكية الحكومة. صحيح. الدول اللي بالمحور الإيراني نحن هكذا لبنان بنغر. هذا الأمر لا يردينه ولكن هذا الواقع. بالمحور الإيراني أيضا بلاشت تدخل مزوط وتدخل بعض الأموال وذهب الأمور إلى الحل حل. هل انتهى الاتفاق؟ لا. اتفقوا على بعض الأمور. اتفقوا لربما وهذا واضح على عدم انهيار الدولة اللبنانية. حكما. على التخفيف من غلواء الأزمة على اللبنانيين في بداية هذا الشتاء. لكنهم لم يتفقوا على الصورة النهائية للبنان ما بعد الانتخابات. ينتظرون الانتخابات. هنا البعض يقول أنه الانتخابات فإذا القرار فيها للشعب ما يقرره الشعب اللبناني هو الذي سوف يحدد وجه لبنان خلال المرحلة المقبلة. أنا لبناني وأهلي لبنانيين وولادي بدي كونوا لبنانيين وأحترم اللبنانيين لأنني أحترم جزوري وتاريخي وبدي أحترم مستقبلي. ولكن هذا ليس واقعا. الانتخابات بلبنان كل عمرة مثل تشكيل الحكومة. هناك اتفاقات تحصل وتترجم في الداخل. لا يجب أن نعيش اللبنانيين الوهم. وكيف ستترجم؟ بتحالفات تكون عن طاعة هذه الأكتاريات المفتوضة؟ يترجمونها. إذا تسمحي لي مفتوض بتفاصيلها. ليس لأنه ما أعرفها. لأنه خيريا نحترم بس اللبنانيين أنه بدون يعبروا عن شيء. بدون ديمقراطية. نعم يريدون الديمقراطية. بس بقدر أعطيكي مثل بتونس. عندما كان هناك اتفاق بين الإخوان المسلمين وبين الإدارة الأمريكية. استحوزوا على حوالي 85% الإخوان المسلمين من البرلمات التونسي. لما انتهت الاتفاقية أو نقدته وراحت التسوية إلى مكان آخر. اليوم هنا 12%. يعني كل اللي تغير هي دورة انتخابية مبكرة. يعني فرقة سنة ونصة خبرية. في لبنان هناك ما يتفق عليه في الخارج بين أقطاب السياسة اللبنانية. ومما أنه أقطاب السياسة اللبنانية مستحوزين كل واحد على كوتة شعبية معينة. بيظل في جزء بسيط من هذه الكوتة. هو المحايد المفكر المعقلن. وأنا بتمنى الكل يصيروا مثلهم. اللي بنتخبوا أرارهم بآخر يومين حسب المعطيات الموجودة قدامهم. هون عم يصير رهين. على أنه إذا بدنا نعمل الانتخابية نحن. وبدنا نعمل تغيير جزري ونشيل السلطة من المحور اللي هي فيه اليوم. نحن منضطرين أنه ناخد من حصة رئيس الجمهورية أو الوزير جبران باسيل. أو الطيار الواطن الحرين. هاي الحصة بناخد منها ونضيفها إلى حصص تاني. وبالتالي أيضا حاولوا يعملوا نقلة نوعية بالتعاطي مع بعض المناطق لدى الشارع الشيعي. عبر مؤسسات دولية وأنجي أوز إلى ما هونالي. وأيضا هناك تحول سعودي باتجاه طيار المستقبل. كلنا عم نشوف الأسلوب اللي عم يتعاطفه. وشوفي الدعم اللي رح يحصل عليه بالأسابيع المقبلة الرئيس مئاتي. اللي هو بفتكر الشخصية اللي عم يبدو عليها للمستقبل. الدعم من السعودية؟ نعم. لدي معلومات على أنه سوف تكون هناك بعض الإشارات الإيجابية من المملكة العربية السعودية. تجاه لبنان عبر الحكومة الحالية. طيب هذا أمر يبشر بالخير. أنه رايح نمر لحال حالي أكثر. بس رسائل بأي معنى؟ عم نحكي زيارة للرئيس مئاتي بتبدأ بزيارة للرئيس مئاتي أو في غير خطوات؟ هناك بعض الإشارات سوف تعطى في هذا الموضوع. لأنه في اتفاق صار أمريكي، سعودي، سوري معين يختص بالأزمة في سوريا واليمن. ولكن سوف تكون له بعض التبعات على الساحة اللبنانية. من أجل ذلك أنا أقول لك سوف تكون له إشارات إيجابية سعودية. يعني مش صحيح أن الفرنسي ما قدر يساعد الحكومة اللبنانية بموضوع ولي العهد السعودي؟ ولي العهد السعودي أو السعودية ككل. لا أعتقد أنه من مصلحتها أن تعطي شيئاً للبنان عبر الفرنسي. بدأت بيعة أغلى؟ هذا أمر غير طبيعي. بدأت بيعة أغلى؟ أو بيخذ هو شخصياً. لأنه إله وجوده. المملكة العربية السعودية إله وجوده باللبنان. عندها ناسة وعندها شعبيتها وعندها مؤسساتها وعندها تاريخها. وبصراحة عندها تاريخها جيد تجاه اللبنانيين. يعني مرأنا بظروف أوكي. ولكن تاريخها دائماً كانت هم يحبونها لبنان. ولكن المحاور في لبنان إذا بدك روحت لبنان. وعندما بيحكي المحاور كل الناس. طيب. اليوم أمام هذا المعطى نحن نجد على أنه تغييراً سوف يحصل بالنسبة لمقاربة الموضوع اللبناني. أمريكياً، روسياً وغيراً. فإذا نحن رايحين لأمور إيجابية بالأسباع المقبلة. انتظاراً للانتخابات اللي برجع بإليك متوقعين كلهم أنه ياخدوا من الكوتة. الكوتة التيار الوطني الحر. ولكن برأيي أنا أو المقاومة حتى. برأيي أنا هذا الأمر لن يفلح. يعني كل الإحصاءات اللي عم بتصير ما بتصب بهذا الإطار. المرة الماضية قبل حوالي شهر ونص أو أكتر كنت حضرتك موجود أيضاً. وكنت عم تقول أنه فيه إحصاءات الجتة صفرات. وحتى أحزاب لبنانية. وكانت المفاجأة فيها حتى للرئيس نجيب ميقاطي اللي كان فيت بزهنية. أنه رح يقدر يمارس ضغط على اعتبار أنه التيار الوطني الحر متلاجعة شعبياً. ولكن الإحصاءات برهنة العكس. نعم. يعني هناك تقدم للتيار الوطني الحر بمناطق باقي على وضعه ومسجل نقاط خسارة بمناطق أخرى؟ الإحصاءات اللي عملت واللي طريت نتيجتها من حوالي شهر ونص. ما تغاية نتيجتها. لبل استطبعت ببعض الفضائح لدى بعض الأحزاب المسيحية. في ناس عم ينكمشوا محتكرين وفي ناس عم ينكمشوا. براهين ومرون الساقفة. أنا ما بدي سميه. أنا ما بدي سميه. لا ما بدي سميه. لا ما بدي سميه. لا ما بدي سميه. لا ما بدي سميه. أنا أكره التسميات وأنت تحبين التسميه. وبالتالي هذا الانكشاف لبعض المناطق التي احتكر فيها المزوط والبنزين والدواء. وفي موضي ذائي أيضاً بأميكن أخرى. أعتقد أنا أن هذا سوف يظهر حقيقة واقع المجتمع المسيحي أكثر. مما سوف يصب في مصلحة رئيس الجمهوري. وهذا ليس نوعاً من الوجدين. ولا العاطفي ولا والسياسي ما فيها هيك. السياسي فيها واقع ولم يكون عم نأزي حال. بالواقع الأرقام وما يحصل الآن والتسويات التي تجري. هناك إذا بدك نتائج سوف تكون إيجابية في الانتخابات المقبلة. هلأ الأرقام تطلع وبتنزل. ولكن لحد هلأ أنا بأعتقد الطرف الآخر رايح إلى حائط مزدود. نعم على يقين من هذا الأمر. ومش قدريني يكون فيه أي تغيير لأنه عم نشوف قديش فيه رهان على دور ما يعرف بالانجي اوز. وعم نشوف قديش فيه تمويل لألا. وعم نشوف قديش فيه عدد كبير جداً من هذه المنظمات يلي غير مسجل أصلاً. يعني يشتغل شغله من دون رقابة. وعنده هو يمكن التمويل الأكبر. مش قدريني أسره على الرأي العام المسيحي أو أنه القصة أكبر بكتير من حفلة مجتمع مدني أو ما يعرف بمنظمات المجتمع المدني. بتحب يسميلك المراحل اللي رهنوا فيها على تغيير المزاج اللبناني. وفشلوا فيها الغرب وحتى العدو الإسرائيلي بأكتر. هلأ نكون عم نذكر فيها. تتذكري بحرب تموز لما قصفت الضاحية الجنوبية وقصفت الجنوب منزلاً منزلاً. وقصفت الجسور في المناطق المسيحية. وراهنا العدو الإسرائيلي على تغيير مزاج الشارع الشيعي. إجا عميل ردي تفعله بالتالي. مليارات دولارات لديهم. وعنده ألاف الشهداء ذهبت هدراً. راحوا من بعدها الانتخابية تفرعي. شوفوا شو عمل الوقت بالمتن الشمالي الرئيس ميشيل عون. رشح كاميل. كاميل خوري ضد مقابل رئيس سابق الجمهورية. وربحها بأشواط. وكانوا محاملين ومسؤولية أنه أنت دمرت الجسور في مناطق المسيحية. وسببت لنا كذا كرميل المقاومة. وعملوا ردي تفعل. منروح منكفي نحن لانتخابات. منرجع بعد شوية لورا انتخابات الـ 2005. أيضاً كل المحاربة الدولية. لحتى ما يرجع حتى على لبنان. عمل التفاف شعبي هو لاي وعملت سنان. ضد التحالف الرباع. نعم ضد التحالف الرباع وضد تحالف دولي. حتى المقاومة كانت ضده. ضده أنا ذاك. طيب من كفنا نحن لقدام. بعد انتخابات 2008 رحنا لانتخابات الأخيرة. كم من الدولارات ضفعت. وكم من الأمور التي تهم بها شخص ميشيل عون كرئيس جمهورية أنا ذاك. ولم يتم التحالف مع المقاومة في أي دائرة في لبنان أو قضاء. وأنا مسؤول عن هذا الكلام. لم تعطي المقاومة. أنا اللي حق اعتب بهذا الموضوع. ما عطوا صوت واحد للطيار الوطن الحر في كل لبنان. طيب شوك إجت النتيجة. كم نايب أخد؟ أخد 27 أو 28 نايب. أخد 160 ألف صوت تفضيلي. بالواقع بعض الزعامات الشمالية. مش إخد أكتر من 7 ألف صوت تفضيلي. وصار باري من العالم بدي يعمل رئيس جمهوري. طيب نحن ما فينا. هذه الدول أو بدأ تعرف أنه ذهنية اللبناني لا يمكن أن تتغير. أو مصر تحط فلوس. يمكن من مصلحة لبناني. خلي يروحوا يجو الأنجيؤوز. وخلي وظفوا ناس. وخلي يشتغلوا قد ما بديك مع الناس يحسوا ليهمونا عم يشتغلوا لللبنانيين. ولكن بس يجي وقت الانتخابات. بيطلع بصهرة رئيس الجمهورية أو جبران بسيل أو أي قدمي بهذا البلد. وبيحكي أنه إحنا عملنا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وبالوقائع. وخلي الناس هي اللي تقرر. لحظة اللي الناس بدأتقرر عكس هذا الكلام. فإذنك الناس تتحمل مسؤوليتها. دكتور حرب. هذه الانتخابات جاي من بعد أزمة. يمكن هي الأعنف يلي قلبوا فيها اللبنانيين مالياً نقدياً. اليوم اللبناني بيقلك أنه أنا بدي أشوف شيء ملموس أكتر على الأرض. تحتال روح صوت بهذه الانتخابات. نحن اليوم فيه ملفات كتير يدخل فيها الطيار الوطني الحر. ويمكن هو خلينا نقول حاملة عكتافه والرئيس عون. تديق الجنائة، ملف النزوح السوري، ملف مكافحة الفساد، ملف الإصلاحات. يلي مبين يعني بوادره صحيحة قيلة على اللبنانيين. وبلشت بيرفع الدعم. قديش ممكن الطيار الوطني الحر يلي حامل كل هيد الملفات. ويلي ممكن ما نشوف فيها نتائج قبل الانتخابات النيابية. يكون قادر عم يعطي أو يكسب بالانتخابات. أنا لاحظت أنك تسأليني كثيرا عن أمور تختص بالطيار الوطني الحر. أنا أحترمهم ولكنني لست مهميا عنهم. بعرف بس اليوم المعركة اللي أنا بالتحديد حضرتك كنت عم تقول أنه المعركة اللي قدم من شعبية الرئيسة عن الطيار الوطني الحر. بالتغيير طبعا بما يختص بمكافحة الفساد لدى الطيار الوطني الحر. النية موجودة لدى الرئيس الجمهورية. وعلى الأرجح لبل على يعني عندي يقين أنه موجودة النية عند الوزير بسيل. ولكن عدة العمل أنا ما بعتبرها موجودة. بمعنى. يعني محاربة الفساد لا تتم بأناس برجوازيين ولا تتم بأناس يخافون المواجهة. أنا أقول هذا الكلام بكل صراحة. أنا لم أجد شخصا انتحاريا في الإدارات أو في الوزارات توفقوا ببعض الوزراء. نكون صريحين. يعني ما فيك تقول لكل الوزراء كانوا جبران بسيل. خلينا نعترف بكل موضوعية أقول لكن يعني فيه أحيان كثيرة ما كانوا موفقين بانتقاؤهم للوزراء. الشخصيات اللي نقوى مش هي عدة الإصلاح عند رئيس الجمهورية أو عند جبران بسيل. شو عملوا؟ أو خافوا؟ أو نكفأوا؟ أو ارتكبوا أخطاء؟ على كل نحن ما فينا نبريه النهائيين إلا ما بعد ما يطلع نتيجة التطقيق الجنائي المالي. وأنا أتمنى أن يبدأ بوزارة الطاقة. هون بيصير فينا نعرف نحن مدى جدية الوزراء اللي إجوا بعد جبران بسيل. كيف يشتغلوا؟ وليش تأخروا بالإنجازات؟ وليش ما حسبوا فيز دي؟ أنا ما بقدر واحد يقول لي أنا أنت وزير. ممنوع واحد يقول لي أنا وزير بوزارة. ولكن ما قدرت سياسيا حاسب الموظف الفولية. عمليا حتى بالإنجاز يعني اليوم بوزارة الطاقة تحديدا. كنا عم نشوف التصريحات السياسية علنية بموضوع الفخر أنه توقف دير عمار وغيره. يعني بموضوع الإنجازات حوربوا وقمعوا وعند فيك أنه يعملوا حرب أهلية ليوقفوا لهم أي إنجاز. هذا موضوع آخر. أنا أتحدث عن الفساد داخل الوزارات. عم بيحكي عن الموظف الفاسد. ليش طلوا وقفين؟ عم بيحكي عن المناقصات للفيول. ليه عم يظل يفوت فيول. ظل لـ 2018 محتكرة من بعض الجهات اللي بتملكها سياسيا. مثل نبيه بري أو وليد جنبلات. هذا الأمر أنا أعتقد أنه كان بدوا ناس انتحاريين. مش هيني المهمة. المهمة صعبة. وكانت بدأت كثرت الوزيران البستاني بموضوع استيراد الدولة للبنزين. أحترمها أحترم قرارها ولكن ندى البستاني مع علي الوزيرة تأخرت في هذا العامل. أنا أقولها بكل موضوعية. كان لازم يكونوا شجعين أكتر من هيك. أنا هده اللي عم يقولوا اللبنانيين. شو الملامي اليوم؟ يعني كنت بكرت 17-20 بدل ما تكون بالـ 2019 كانت صارت قبل. 17-20 لم تكن إذا بديك ثورة بكل مالي الكلمة من معنى حق. لماذا عم قلله؟ حتى هاودي عندهم قصصون وعندهم. 17-20 كان لازم يعملوها التيار الوطن الحر دعما لهذه القرارات اللي كان لازم الوزراء يعملوها. الوزراء ما عملوها والجمهور ما تبعهم. بس بدأت هنا في القرارات مع أنه أنا عندي معلومات أنه كانوا عم يدفعوهم. الإيادة السياسية بالتاركة عم تدفشوا لهذا الأمر. عملوا وعملوا كانوا يحطوهم بصورة تانية. خذلوهم للإيادة السياسية. هلأ بدون يزعلوا كلهم وكذا معلش. مش كلهم. في منهم منتازين. أكثر من منتازين. ولكن الأكتري خذلوهم. هاي بيرجعوا بيحكوك فيها. ليش خذلوهم؟ إنني بيعرفوا. دكتور حارب بدأ بقى باللي طرحته بموضوع ملف الانتخابات تحديدا الملف السوري. يعني نحن عم نحكي عن قضية النزوح السورية اللي صارت أخذ كتير من أعباء لبنان. عم نحكي عن ما يقارب الخمسين مليار دولار. هيدا على أعباء الدولة اللبنانية. يعني الأزمة متعددة. وجه جزء مننا نزوح السوري. اليوم عم ينحكى عن احتمال أن حكومة الرئيس نجيم ميقاطي. أنه تروح على سوريا. بلشنا نشوف بوادر انفتاح. ولكن هل هيدا ملف رح يتم حله أو بالقليل تنحط له سكة الحل مع هذه الحكومة؟ مش عم يطلع أخبار اليوم بالإعلام أنه رئيس جمهورية. عم فيه في كتير تلفئات أنه رئيس جمهورية بده يزور سوريا برفقة أكيب عمل إلى ما هنالي. أنا بأكد لك. مش معلومات. لأني بعرفهم وحضرتك بتعرفيهم. بعد بيس بقول لرئيس جمهورية على سوريا. هود اللي حاملين لواء العدائية لسوريا. ما رح يلحقهم. هي دا إذا ما كانوا هل عم يزبطوا أمورهم اللي حتى يطلعهم. بدك تشوف سوريا إذا رح تستقبله قبل أوضع؟ أنا بقدر أعطيك معلومة. معلومة أنه في زعيمين كبار طلبوا موعد من الرئيس السوري ومعطاهم. وفي أحد الزعماء بعد أحد الوزراء ضمن وفد ألبركي بكسور الجرة هيك. سلم علي بيقال له أهلا بالصديق القديم. انتظرنا بالميريديان حرفيا. ترك الوفد وراع على الميريديان. نطارون بالأوتيل حتى كل صباح دفال. يعني شبه طارد. ما شفو يعني عمليا حتى ما شفو بالأوتيل. ما فيه ما خليه ما منعوا يفوت. وهو زعيم كتير كبير هذا. يعني بعد شخص بكرة بيبينوا بالإعلام كله. ولكن مش رح يلحقه. يعني ما رح نلحق نشوفهم. بدوا يطلعوا على سوريا. لأنه الأمريكي عم يفاوض السوري. هل بتقليلي هل هذا شيء أنا شخصيا أتمناه أنه تتم المفاوضات مع السوري والسوري يعود إلى اللعبة القديمة هذا أمر مستحيل. هذا أمر مرفوض ومستحيل. ما فيه ما فيه اللبنانيين إلا ما يبلش ويجمعوا كرامي وطني. وهني عندهم كرامي وطني كبيري. بلكن بيجيكي مجموعة من الفيسدين حتى يستفيدوا جانبيا. برجعوا بيطلع على سوريا وهني بيدعوا السوريا للدخول إلى لبنان. بدون يراكموا على مؤسس سابقا ويرجعوا لبناني. هذا لا يجوز. أعتقد السوري مش بهال أجواء أساسا. أنا اللي بدأي أسأله حتى الواقع اللبناني اللي أدى لأحداث الثمانينات وأخيرا 13-20-1990. اليوم هل هو بعده لا يزيل هو زيته؟ صحيح الميليشيات كانت بعدها هي زيتها بالحكم. ولكن منع بسلاحها وعم بتسكر طرقات وعم تضغط وعم ت... هذه الميليشيات اللي يعني اليوم متجذرة في الدولة اللبنانية. هني شلوها من الشارع ودخلت إلى الدولة اللبنانية. اليوم هني اللي حطوها بالدولة هني يقتلعونها من الدولة. هني. ولكن عدة العمل لاغتلاعها هو قرارات رئيس الجمهورية. راقب ما سيقوم به رئيس الجمهورية خلال هذه السنة المتبقية. نحن لا نعيش على أمل السنة الأخيرة. وأنا بطبيعتي أحب العمل في اللحظات الأولى. أنه هون بتكون بعدها. لا. لربما الأمور بالحكمة المطلوبة. لكن تتطلب هذا الأمر. تتطلب ظروفا دولية وإقليمية ومحلية. تتطلب ترهلا حاصل داخل بيئة هذه الأحزاب الميليشيوية. وبالتالي سوف يكون هناك الكثير والكثير من السقوط الدراماتيكي لهذه المنظومة. نعم. مع ناس وراء الأطبان. يعني فيه ناس بال... ما بعتقد أنه بلبنان بتصير. الزعماء بتحميها طوايفة لأنه... شو مكونوا عملنا؟ يعني عمليا هدينيهم من دون ما نكون عم نحسبهم؟ بيكون هدون على الأليلي ووقف المصار الانحضاري بتاريخنا. منصار الانحضاري بتاريخنا. بيكون عدوا ببيوتهم. بس ما بيقدروا يرجع ويفوتوا من شيء طاقة تاني مثلا. ولا تاريخيا ودوليا بالسياسي. ولا مرة حدا فات إلى السياسي بأي دولة بالعالم. عبر دعم خارجي. وقدر يرجع هو يكفي من دون هذا الدعم الخارجي. هذه مصارت بالتاريخ كله. والدعم الخارجي مثل ما بهم منك. صحب. نعم. هم يعرفون ذلك. هني بيحكوا بمجالسهم الخاصة أنه نحن مش عم تصبط لا مع السوري ولا مع السعودي. ولهجة الأمريكية متغيرة. هم يعرفون ذلك. أول مؤشرات خلينا نقول السعودية تجاه لبنان. كنت عم تقول عبر حكومة مئاته. هل هي كمان مرتبطة بالعلاقة مع السورية؟ أو مؤشرات مختلفة كليا عن العلاقة اللبنانية مع السورية؟ برأيي أنا لا يمكن لللعب السياسي في لبنان أن تستقيم إذا ضلت المملكة العربية السعودية منكفئة كما هو حاصل حاليا. أو بدون ينكفئ الجميع. الجميع ما رح ينكفئون. المملكة العربية السعودية إلى شأن في لبنان. وإلى تاريخها في لبنان. وبصراحة بغض النظر عن آخر سنوات وما حصل وهي لعبة دولية. تاريخيا الدور كان إيجابيا. نتمنى لهذا الدور أن يعود. من واجبنا أن نتمنى ذلك. أن يعود ليلعب دورا إيجابيا لحتى تعملي عملية إعداد تربوي ومماطني للشعب. لحتى يجي يوم يطلع من الحضانة ويطلع الصفوف الابتدائية. لحتى نبلش من مكان. دكتور حرب ممكن نرجع لمعادلة سوريا سعودية بلبنان. يعني نحن ما بلشت الأزمات بالألفين وخمسة إلا عندما كسرت هذه المعادلة. شفنا شو صار من الألفين وخمسة لليوم. عمليا يوم الحكومة بمعادلة يقال إيرانية فرنسية دوليا أو بهذا الغطاء. هيدا تمهيدا لعودة معادلة سوريا سعودية أو خلص هيدا المعادلات تفككة. يمكننا إحنا أمام صورة مختلفة. المعادلة السورية السعودية اللي يجد بعد الطائف بلشت من منطلق أنه سعودية والسورية كانوا قدرين يمونوا على الجهات الميليشيوية المسيطرة على أرض الواقع في لبنان. يعني وجود أناسهم اللي لقطين الواقع في لبنان. هن اللي فرض على الأمريكيين تعطى معهم وبالتالي سلمهم للحال. وبعدين انكفأ لسعودي وأخد السوري واحده. طيب اليوم وين أدواتهم على أرض الواقع؟ اليوم الأدوات الموجودة على الأرض الواقع تختلف. هي خارج هذا الفلك. هي في الفلك الإيراني عبر المقاومة. هي إذا بدك في فلك بعض الجهات السياسية بالبنان بالفلك الفرنسي. اللي عم يكون من صحن الفلك الأمريكي. طيب فإذا وين إلى الدور السعودية والسورية؟ اليوم نحن في مرحلة تسوية بين فلكين. هما الإيراني والأمريكي بدعم روسي أو بمعية روسية. والفرنسي إذا بدك عم يكون من الصحن الأمريكي. لا أعرف إذا بيكون كتعويض عن ما حصل له بصفقة الغواصات مع أستراليا أو غيرها. ولكن دون شك أنه هناك دور ما يحاول الفرنسي أن يلعبه. على المدى البعيد لا أعتقد أن الأمريكي سوف يسمح بحدود ذلك. على المدى البعيد. على المدى البعيد. هنا سأطرح السؤال الأخير لأنه نحن انتهى وقتنا. بس عمليا كنت تحدثت بخلال الحلقة عن مصالح دول أكام واللات المتحدة فرنسا روسيا وغيرها بنفط والغاز. نحن مقبلين على إعادة فتح هذا الملف من بوابة البلوك تسعة. ما بعرف أو ربما. أو بلوك أربعة أو ما حدا بيعرف. دوتال كانوا آيليين ومبلغين أنه هنه ما رح يرجعوا إلى لبنان إلا ما تكون انحلت. يعني إلا عبر البلوك تسعة. في لبنان مش أنه رح نشهد يدى الشيء. إن كل ما يحصل في لبنان الآن من أجل الغاز. كل ما يحصل. كل هذه اللعبة السياسية وكل هالفوضى اللي صارت بها السنتين. وكل شي في ناس نزلون يشتموا بالشارع. كان لتعريت هذه الطبقة السياسية الذين يريدون اتباعها. اقتلاعها. وهون بلفتلك نظرك لشغلي إذا بتسمحي لي. بدقيقة. على أنه اللي نزلون على الشارع واللي دفعوه. خلاص صارت مصبتي. ولا جهزة الأمنية عندها التسجيلات. وبالتالي نزلوه لحتى يعروا الطبقة السياسية الحالية بأغلبية الفيز دي. افتكروا أنه نحن رح نكون البديل. يعني اللي نزلوا على الشارع والأحزاب اللي ركبت ترك بالثورة. فكروا هن البديل. لا طلع مع الأمريكي وغير الأمريكي. أنه لا دورهم هذي فقط أنتوا لتعريت الطبقة الحالية. ولكن الطبقة السياسية البديلة ليس أنتوا. هون إجيت المفاجأة. هون شنكر تراكم. وشفتي اليوم التخبط ونعم بيصير. يعني ممكن نرجع نشوف إعادة فتح ملف التفاوض على التفاوض الحدود الجنوبية البحرية. حيث هناك مكامن غاز ودولارات تعتبر الأمور الدولية كاملة الاهتمام. حيث هناك قيمة للإنسان أخر همون. شكرا لك الأستاذ الجامعة دكتور جوش حرب على هذه الحلقة. وبرجع بكرر. شكرا لك. شكرا لدعوتكم. شكرا لدعوتكم. شكرا كتير. مشاهدينا نبط بيروت بيرجع بجدد موعده معكم بكرة. إذا أراد إلى اللقاء. شكرا لدعوتكم.